أهلا بكم في هندسة كروية منتخبنا بيفلت من الهزيمة ويتعادل مع غنيا بيساو بهدف مقابل هدف في إطار تصفيات كأس العالم 2026 يمكن مباراة كانت في غاية الأهمية منتخبنا كده ما كانش أفضل شيء في أحداث الشوط الأول ولكن سرعان ما تحول الأداء وتحسن في الشوط الثاني ونجحنا في التعادل بهدف مقابل هدف إيه أبرز النقاط اللي ممكن نتكلم عنها في أحداث هذا اللقاء الفنيات رؤية الجهاز الفني التبديلات حاجات كتيرة كده تعالوا مع بعض نتكلم وندردش حاول أبرز النقاط اللي حصلت في مباراة مصر وغنيا بيساو تعال أكلمك الحقيقة عن بداية أحداث الشوط الأول كده ومنتخبنا بدأ اللقاء إزاي ودخل اللقاء إزاي والله منتخبنا بدأ اللقاء بينقل كورة حلو مستحوز على الكورة بينقل كورة التحركات كويسة فيه سيطرة واستحواز من قبل منتخبنا الوطني المصري ولكن على الجنب الآخر مفيش خطورة مفيش تهديد هو نقل كورة كويسة على الأرض وتحركات كويسة من قبل اللعيبة ولكن مفيش خطورة وهجمات تذكر وترجمة بقى للسيطرة دي بتسجيل أهداف أو تزداد على المرمى أو هجمات خطيرة على مرمى غينية بساوي كانت دايما اللاعب بيميل أكتر لنحية الجبهة اليمنى محمد هاني مع عزيزه مع محمد صلاح اللي بيميل أكتر نحيتهم هي كانت الخطورة أو الهجوم من قبل المنتخب الوطن المصري بيجي من ناحية الجنب الأيمن الحقيقة كان دايما هو الأكثر نشاطا ولكن واحدة من النقاط السلبية اللي ما عجبتنيش برغم أنه كان أكثر نشاطا ناحية اليومنا هي جودة العرضيات الحقيقة المتوضعة اللي كانت من محمد هاني وزيزه وبالتحديد في الشوت الأول أكتر من كورة نجحنا أن احنا نروح ونفتح مساحة نفسنا ومنتظرين بقى العرضية سواء كانت من هاني أو من زيزه دايما بدلقى الحقيقة عرضية متوضعة جدا وسيئة جدا فدي كانت واحدة من النقاط السلبية اللي شفناها فيه أحداث الشوت الأول سواء كانت من زيزه أو هاني في جودة العرضيات شوية اللي شفناها على الجانب الآخر الجانب الأيصر بقى لمنتخبنا اللواتر الزيجية مع محمد حمدي الحقيقة كانت علامة استفهام كبيرة جدا طوال أحداث اللي ققوة بالتحديد أحداث الشوت الأول انت بتتكلم ان كنت بتشوف داخل أرضية الملعب تحرقات كويسة بتبين لك ان فيه شغل مدير فني فيه شغل جهاز كنت ساعات بتلاقي ترزجي بيدم للعمق فبالتالي بتلاقي محمد حمدي بيفتح نحية الشمال وبيروح هو وبينطلق الأمام بتلاقي حمدي فاتحي بيميل كده في النحية الدفعية نحية الشمال عشان خطر يغطي عليهم فكتحرقات فيه شغل فيه تكتك فيه لعبة بتتحرك صح بس شغل بقى من النحية الهجومية من النحية اليسرى مشوفناش الحقيقة ودي كانت واحدة من النقاط السلبية جدا أول عرضية تشوفها من محمد حمدي في الجانب الأيصر كانت في الديق أربعين وكانت عرضية نجح لعبة غينيا بيساوي اللي هي تاخدها والقرى يعني ما شكلتش خطورة على مرمى منتخب غينيا بيساوي بإذن دي برضو واحدة من النقاط السلبية غياب الجانب الأيصر سواء كان محمد حمدي أو ترزيجي عن الواجبات الهجومية الحقيقة لمنتخبنا كانت واحدة من النقاط السلبية طيب إيه بقى برضو واحدة من الأمور اللي ما كانش أفضل شيء في الشرط الأول البطء في التمرير يعني احنا كنا مستحوزين وبننقل الكرة كتير بس على ما بنوصل للتلت الأخراني ومنطقة جزاء غينيا بيساوي كنت بتاخد وقت كتير جدا على قد ما غينيا بيساوي ما كانش برضو بتشكل خطورة كبيرة عليك بس غينيا بيساوي كان فيها ميزة إنها أما بتقطع الكرة لمسة التانية التالتة بيوصلوا منطقة جزاءك ممكن ما يشكلوش خطورة قوي بس سراع في نقل الهجمة ونجحوا في مرة من المرات إن هم يحرزوا الهدف الأول لهم كان هدف هجمة مرتدة قدروا إن هم في ظل للمسات بسيطة يوصلوا لمنطقة جزاءك ودربكة كده ويعني حالة من الفوضى كانت داخل منطقة الجزاء وتمركز لعيبة ما كانش أفضل شيء الحقيقة وخطأ من رامي ربيعة في التشتيت نجح إن هم يحرزوا الهدف يبقى فكرة برضو السيطرة والبطء في الوصول للمرمى وإنك بتاخد وقت طويل على ما بتقعد تنقل الكرة وده بيخلي المنافس اللي قدامك يبدأ إن هو يقف صح ويعرف إزاي يتمركز صح فيقفل عليك دي ساهمت على الجنب الأخر بتشوف غينيا بيساوكت فيه سرعة لا سرعة في نقل الكرة وسرعة في الباص كانوا بيوصلوا أسرع منك وفي الهدف بتاعهم كانبان فرق السرعة في النقل والمرتدات كانت عندهم أفضل بكتير فإذن دي كانت واحدة من النقاط الإيجابية الغينيا بيساوي اللي استغلوها ونجحوا في إحراز هدف ومن النقاط السلبية عندنا إنها مدة طويلة مسيطرة على القرة ولكن البطء خلاك مش قادر إن أنت تصل لمرمى غينيا بيساوي تشكل خطور برضو من النقاط اللي أكلمك عليها سلبية هي بعد إحراز الهدف الأول غينيا بيساوي غينيا بيساوي بعد ما حرز الهدف حالة تحس نعم الحباط الشديد موجودة داخل آآ منتخبنا آآ قعدنا خمس دقايق مع مع الوقت الضيع بتتكلم في عشر دقايق كده حالة حالة إحباط وحالة آآ وزهور بشكل آآ سيء لا يليق بمنتخبنا الحقيقة بمجرد استقبالنا الهدف لا يعني مفروض يبقى فكرة رد الفعلة تكون أفضل من كده بكتير لأن المدة دي كان ممكن غينيا بيساوي يستغلها ويحرز آآ الهدف التاني وبعد بدأ لما كنت تبقى طالع بواحد سفر خسران بقى كنت ممكن تبقى طالع باتنين سفر ونتيجة أكبر من كده فإزا برضو دي واحدة من النقاط اللي ما كانتش جيدة على الاطلاق لمنتخبنا الوطني المصر ده بالنسبة لأحداث الشرط الأول تعال بقى نبص لي أحداث الشرط التاني أحداث الشرط التاني آآ بيّنت لك إن في بعض إيجابيات كويسة الحقيقة عندنا في المنتخب لازم إن إحنا نشيد بها زي ما فيه سلبيات في إيجابيات رؤية الجهاز الفني إيه هي بقى رؤية الجهاز الفني كابتل حسام حسن في بعض التبديلات بيّن لك إن الرجل ده بيفكر لا الرجل ده عنده وجهة نظر آآ في رؤية للمشاكل اللي كانت عندك في الشرط الأول أحلها في الشرط التاني الرجل قرر إن هو يخرج محمد هاني وينزل إمام عشور آآ آآ عايز أزود من العمق شوية وشاف إن إحنا لعبنا كان دايما على الأطراف في الشرط الأول وبالتحديد من الجانب الأيمن وما عندناش أي اختراق من العمق ما عندناش تزديد من خارج منطقة الجزاء كانت تزديدة واحدة من حمد فتحي في الداية 19 آآ في الشرط الأول والحقيقة كانت تزديدة سيئة ما كانش تزديدة اللي تقدر تقول عليها فرصة حقيقية أو فرصة إن أنا أتكلم عنها فإمام عشور شاطر في آآ فكرة آآ آآ يعني إنه يجي لك من العمق وإنه يزود العمق عندك في النحية الهجومية ويخرج محمد هاني واعتمد على زيزو المميز بقى في العرضيات والانطلاقات ناحية اليمين فعمل تغيير وكان دي وجهة نظره من كابتن حسام الحقيقة وحزنه تغيير محترم جدا مع بداية حداثة الشرط التاني شفنا أمام عشور بيزيد من العمق شفنا تزديدة لهم الخارج منطقة الجزاء كانت فرصة يعني قريبة جدا إنها تحرز هدف شفنا بيميل ناحية الشمال وشفنا كرة كده عمالها هو وترزيجي ترزيجي الدهالو بالكعب بإمام عشور انطلق وعرض عرضية لو كان آآ أحمد أمين قفة نجح نوا يمد رجله كانت ممكن تبقى فرصة خطيرة فشفنا نشاط هجومي متنوع سواء كان من العمق بيجي من إمام عشور ومساندة للأجنح نفس الكلام زيزو لما راح نحيت اليمينه بقى مهمته بقى الانطلاقات والعرضيات لا شفنا تحسن وانطلاقات ومروان عطيها بيميل معاه بيعمله وانطوب ينطلق بيعمل عرضية نفس الكلام صلاح بيميل معاه شئ إيجابي شئ إيجابي شفناه منزيزه مع بداية الشوت الثاني الحقيقة وأكثر من عرضية جيدة شفنا خلي بالك أن مثلا كنا بنشوف صلاح بيميل أكتر للعمق مع بداية أحداث الشوت الأول ما كانش تأثير صلاح كويس هو قالك طب لا خلاص يبقى جيب صلاح من ناحية الوينج وشوف تأثيره شفنا صلاح الحقيقة قدم مردود محترم الشوت الثاني لما رجع لمكانه الأصلي فده يبين لك فكرة إيه؟ إن مش دايماً لازم الخطة اللي بدأت بها تنهي بيه ومش دايماً كل فكرة هيكون مناسب لطوال حداث اللقاء وطوال التسعين دقيقة لا ممكن أغير عادي في الشكل وفي التكتب وتوظيف اللعيبة وده شق إيجابي يحسب للجهاز الفني إني عندي رؤية وبغير وتغييراتي كانت مثمرة الحقيقة فإذن كانت موفقة جداً من قبل الكابتن حسام حسن التغيير والشكل اللي إحنا عملناه طبعاً الهدف اللي أحرز لمنتخبنا عن طريق نجمينا محمد صلاح يعني هو مجهود فردي يعني خامت صلاح كده اللي بيعملها مع ليفربول اللي هو بينطالب من ناحية اليمين ويضم ويكسر ويشوت يعني مجهود فردي بس طبعاً بالتأكيد يعني مش عيب أن احنا نجيب هدف بمجهود فردي الحقيقة لا بالعكس أنت بتبين مدى أهمية اللعيبة اللي عندك وقوة اللعيبة اللي عندك فيه باستغلال مجهوداتهم الفردية في ترجمة ده أهداف إذن كان شيء إيجابي محترم جداً أن أنت تحرز الهدف وبالتأكيد بالتأكيد كان توقيت الهدف مهم جداً لأن آه ما كسبناش بس التعادل هو بنسبة 100% أفضل بكتير جداً من الخسر برضو عايز أشيد به ناصر ماهر الحقيقة نزل في مدة قليلة جداً إمام عشور على قدم عمل تغيير محترم في أداء المنتخب بس بعد أول ربع ساعة تلت ساعة بدأ يختفي مجهوده وفكرة الشق الهجومي اللي بيجي من العمق اختفى شوية رجع زوده ناصر ماهر الحقيقة وشفناه في أكتر من لمسة كده اختراقاته من العمق وتوزيعه للعب على الأطراف وشفنا الكرة الأخيرة اللي انطلق فيها من العمق وعمل مشوار رائع ولعبها لمحمد صلاحكت فرصة أكيد الإحراز هدف ولولا سوء التوفيق كده اللي ما نجحناش إن احنا نترجمها ليه هدف فإذن برضو كان تغيير موفق من قبل الكابتن حسام حسن يستحق عليه الإشادة واحدة من النقاط الممكن نتكلم فيها هي تبديلة أحمد أمين أفا بدل صابت مصطفى محمد بمنتهى الأمانة أحمد أمين أفا وضع طبيعي يا جماعة هو الراجل لسه ما عندوش خبرة كبيرة بقاله فترة يعني دي أول مشاركة لهم على المنتخب ففكرة إنك تنتظر منه الأداء اللي قصر الدنيا لا ده مش منتظر يعني نلتمس للعزر في الظهور نفس الكلام برضو لمحمد عادل لعب المشاركات الإفريقية والانضمام للمنتخب واللعب في مباريات مهمة وياخد أي حساسة وفي مباريات تصفيات وهكذا الراجل مش معتاد على مثل هذه المواقف فبالتالي يعني نلتمس للعزر ووحدة ووحدة نأمل إن شاء الله إن هو يتحسنه بالتدريج ولكن لفت ناظر بس للعيبة دي إن الفرصة مش هتجيلك كتير يعني فإنت لازم بأقصى درجة ممكنة إنك تحاول تستفيد من أقل دقائق أنت هتلعبها وتثبت نفسك الحقيقة لأن ما تتوقعش إن مع المنتخب وبظل الوحوش اللي بتلعب أسماء زي صلاح مع تريزيجي مع مصطفى محمد مع إمام عشور مع عزيزو مع أن أنت هيجيلك فرص كتير سواء كان محمد عدل أو محمد أحمد أمين أفا لا فتوقع فاشتغل على نفسك إنك في أقل الدقائق تحاول أن أنت تثبت تواجدك وشوفنا ناصر ماهر نزل في عشر دقايق الحقيقة عمل مرتود محترم جدا جدا مع المنتخب الوطني المصر خلاصة الأمر كنا نأمل في تحقيق الفوز آه بس التعادل طبعا 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 أفضل بكتير كتير من الخسارة فيه جهاز فني ورؤية فنية محترمة لكابتن حسان فيه تصحيح الأخطاء اللي حصلت في الشروط الأول فيه أداء تحسن فيه أحداث الشروط الثاني ده شيء محترم جدا فيه الشغل الأهم منك له هتقيم التجربة ككل مباراتين أربع نقاط من ست نقاط الماتش اللي أنت تعادلته تعادلته خارج الأرض منافس محترم غنيا بسو إذن فالتجربة ككل أنت متصدر المجموعة بعشر نقاط بفارق أربع نقاط عن أقرب المنافسين ده شيء محترم جدا ومطمئن جدا يبقى إذن يعني تجربة جيدة لمنتخبنا الوطني المصري الحقيقة ويعني الصدارة هي الأهم وبإذن الله نكون في طريقنا لتأهل لكاس العالم عشرين ستة وعشرين اكتب رأيك في التعليقات بخصوص أداء منتخبنا فيه أحداث هذا اللقاء مستلنا نشوفها ورد عليك وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد كان معكم ياسر مصباح أشوفكم الحلقة الجاعة لألف خير السلام عليكم